أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم السبت أن الحريق الذي أشطع المساء أمس في خط أنابيب للنفط ناجم عن عمل تخريبي واعتبرت الوزارة أن الأعمال الإرهابيات في البحرين تتم باتصالات وتواجهات من إيران وفي سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر اعتبرت الوزارة أن الحادث من الأعمال التخريبية وهو عمل إرهابي خطير الهدف منه الإبرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس اشتركوا في القناة